هقولك يعني أولاً القرار مش باخده لوحدي أنا معايا شركة في المداح الشركة في المداح الشراكة المهمة الكبيرة أستاذ أحمد سمير وأستاذ أمين ووليد أبو المجد وأخويا شريف يوسري والشركة الإنتاج اللي قامت معانا إحنا لوحدينا ما باخدش القرار لوحدي أنا بحس إن خلاص المخرج والمؤلف اللي هم بنوا أو يعني المداح ده أنا بعتبروا ابنهم زي ما هو ابني فالسطورة دي أو الجزء اللي جاي ده هيفدنا ويبقى تمام ونحافظ على كيان البراند بتاع المداح ده نحافظ عليه تمام مش هيفدنا لأ إحنا نستنى ونعمل حاجة تانية وبالما نلاقي فكرة حلوة نعملها نحمد ربنا مش حاجات رمضان أنا بتكلم كشخصية المداح كشخصية الفكرة لأنه هو الميزة في المداح بالأمانة مش عشان إحنا اللي عاملينه والله إن انت طول الوقت انت بتبقى مختلف عن ناس كلها انت في حتة تانية لوحدك مش في حتة تانية اللي انت بتقولها بألاطة يعني والجاو ده ولا عز بالله يعني أنا هو فعلا مسلسل مختلف لوحده ما عادش بيعمل ماشي في الخطوط بدأوا مؤخرا في المسلسلات اللي على المنصات بدأت تتعمل مسلسلات من الشكل ده رغم إن كانوا من سنتين تلاتة تعرض عليهم وعمل زي ده يقولك لا مش عايزين الحاجات دي يعني تعرض عليهم الحاجات دي يقولك لا 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 موسيقى